موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدنا الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديثنا للصحافة لهذا اليوم والبداية من صحيفة الانديبندنت التي نشرت تقريرا عن تحذير الأمم المتحدة من كارثة إنسانية في مخيم اليارموك اللاجئين الفلسطينيين الواقع في إحدى ضواحل عاصمة السورية دمشق قالت وكلة غوثي وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الأونروا إن أكثر من عشرين ألف مدني يواجهنا خطرا محدقا بالموت جوعا وذلك بعد انهيار اتفاق هش بين أطراف النزاع السوري على السماح بإدخال الطعام ومنذ عشرة أيام لم تدخل أي إمدادات من الطعام إلى المخيم الذي تفض عليه القوات الحكومية حصارا وتنقل الصحيفة عن كريس كونيس المسؤول بالوكالة قوله إنه قبل هذا كانت هناك تقارير عن حالة وفاة من الجوع وأمهات يطعم أبناءهن حشائشة وتوابل تم التقاطها من الطريق وأضف كونيس أن الوضع في اليارمو كان بائسا بالفعل والآن أصبح أكثر من بائس ننتقل الآن إلى صحيفة الشرق الأوسط حيث كتب سامر خلاوي مقالا بعنوان الإعلام السوري ما له وما عليه قلفي معظم دول العالم تحرص على أن يكون لديها إعلام قوي متطور يواكب النغضة العلمية ومستوى التحرر والديمقراطية الحاصل في العالم ويعتبر الإعلام أحد المؤشرات التي تدل على مدى التقدم وتطور الحاصل في البلد سوريا من الدول التي لا تحرص على أن يكون لديها ذلك الإعلام القوي المتميز بل على العكس تسجل تراجعا بعد آخر في هذا المجال رغم أنها شهدت فترة من الحرية النسبية في التعبير والنشاط الإعلامي الملحوظ قبل الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958 جاء انقلاو الثامن المارس آذار عام 1963 الذي استولى فيه حزب البعث على السلطة لتبدأ فترة جديدة من مصادرة حرية التعبير والهيمنة على كل وسائل الإعلام باستثناء الصحف الرسمية المحسوبة على السلطة وهي الثورة البعث تشرين وجميع هذه الصحف تعتمد على مصدر وحيد للأخبار هو وكالة الأنباء السورية السانة التبعة للسلطة بقي الحال كما هو عليه حتى وصول بشار الأسد للرئاسة عام 2000 حيث أعطى وعودا بالإصلاح والانفتاح سرعان ما ثبت أنها وعود كاذبة لم يتمخض عنها شيء يذكر سوى السماح لأول مرة منذ عهد الوحدة بإصدار جريدة مستقلة عام 2001 الدومري للفنان علي فرزات ولقت نجاحا كبيرا حكس الصحف الرسمية التي لا تتجاوز نسبة توزيعها الصحيفتين لكل مئة شخص حسب إحصاء عام 1996 لم يتسع صدر نظام والمراقبة لتلك الجريدة فحوربت وشهر بها من قبل الإعلام الرسمية والصحف الرسمية التي خصصت صفحاتها للتحريض والتشهير بجريدة الدومري ليسجي إغلاقها عام 2003 بقرار أمني وتلتها ملاحقة ومضايقة لعلي فرزات الذي لم يسلم من بطش النظام نتيجة مواقفه الناقدة للسلطة والفساد فجر الاعتداء عليه بالضرب وكسرت أصابعه في بداية الثورة السورية يبقى من وسائل الإعلام السورية الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون التي لا يختلف حالها عن بقية وسائل الإعلام من حيث تبعيتها للسلطة والمراقبة عليها واستخدامها كوسلة دعائية للنظام الذي لا يسمح بوجود قنوات خاصة أو مستقلة وإن وجدت فهي تابعة بشكل أو بآخر لسلطة النظام أخيرا يتضح مما تقدم أن وسائل الإعلام في ظل نظام حزب البعث في سوريا ما تزال محكومة بالنهج الأحادي للحزب بينما كان العصر الذهبي للصحافة والإعلام في سوريا كان خلال فترات الحكم الديمقراطي القائم على أسس التعددية الحزبية والسياسية هناك خبرات صحفية وإعلامية سورية مهاجرة تشكل كوادر متقدمة لكثير من وسائل الإعلام في الصحافة والمحطات الفضائية العربية التي لم يتم استعابها داخل الوطن نواصل مشاهدنا الكرام حديث الصحافة وننتقل الآن إلى جريدة الكتائب حيث نشرت مقالا لناصر الحسو بعنوان صورة الرئيس جاء فيه كانت صور قائدنا المظفر المقدم تملأ الشوارع والمكاتب وكل مكان من وطني عباراته الثورية تزين الجدران المتآكلة وصفحات كتبنا المدرسية وقائدنا دائم الابتسامة منشرح الصدر واثق النفس وسيم المنظر منذ أن ولدت وأنا أرى صوره تلاحقني أينما ذهبت في كل مكان القائد معنا يراقبنا يتفقد حالنا يطمئن علينا قائدنا يجد الكلام وصياغة الخطابات ويجد إعطاء الأوامر وإصدار البيانات وكلما اعتدى العدو علينا احتفظ لنفسه بحق الرد باسم الوطن قائدنا يعرف أكثر منا ما لنا وما علينا لذا كل الأمور بيده كل السلطات بيده هو الرئيس والحاكم والملك والجنرال والطبيب والطيار وقائد الجيش والبثقف والسياسي قائدنا رجل عظيم يجد فن السياسة من في كل مكان من الوطن إمارة تسمى عندنا الإمارة بفرع الأمن يرأسها قريب للقائد من ذوي الرتب العالية وكل شخص يخالف قائدنا يستضاف في الإمارة في أماكن تسمى أقبية فيها كل أشكال الموت وكل الأقبية مزينة بصور قائدنا المبتسم لتتفاءل هناك بصورته ولتعيد رسم خارطة الوطن على صداءات البشر تحت تعذيب جلادي العصر منذ أن كنت صغيرا وصور قائدنا في كل الساحات يريد اختزال الوطن صورة يختصر وجود عشرين مليون معذبا خلف الصور وعندما كبرت في العمر قليلا وارتقيت في الفكر سألت نفسي لما كل تلك الصور وماذا فعل قائدنا حتى دشنا في الصدور والكتب رمزا للوطن وبدأت أتنزه بعقلي في حدائق كتب تاريخ المعاصر بحثا عن مجد وعن معركة فيها قائدنا انتصر وكيف للحكم وصل حدث انقلاب وسميت حركة تصحيحية وما ان تم الأمر حتى كان قائدنا قد صار الرئيس صاحب الفخامة ولد الرئيس وولد القائد وبدأت الحكاية حكاية صورة الرئيس ولأن الرئيس يعرف كل الأمور ويدقن السياسة حول البلد من بلد إلى سجن ومعتقل شعارات الحزب بدأت تعل كل باب خاض القائد حربا سميت تشرين مع العدو الإسرائيلي واعتبرت حرب تحرير ونصر وإذ نحن لم نعبر بحيرة أو نحرر أرضا كما كان الخبر واختزل مشهد النصر في رفع علم في القنيطرة وهي مدمرة وتستمر الحكاية فيرتكب العسكر مذبحة حما وبعدها تكبر إمارة الخوف أكثر وأكثر ويسيطر على مساحة الوطن ثلة من الأغبياء ملك القوة والعسكر يا قائدنا المظفر سياستك لم تصنع لنا أمة عربية واحدة ولم تترك رسالة خالدة حكمتنا بالموت وبأقبية السجون والمعتقلات وزرعت الشك في نفس كل منا يا قائدنا مت أخيرا ولكن بقيت الوصية فجاء للحكم من بعدك ابنك البار صاحب الطول البهي وجاء الخبر بدء مسيرة التطوير والتحديث بقيادة الطبيب والجنرال والمواطن الرئيس ادعى أنه المواطن أولا قبل أن يكون رئيسا وبدأ بث الصور وهو يأكل ويشرب وهو يمشي وهو يتفقد ويعد بالتطوير وهو يزور ويتفلسف بالمصطلحات يا قائدنا المظفر لست بقائدنا ولم تكن يوما بقائد أن تعمل الشيطان والحقد والبغي والكره والموت سمي ما شئت به نفسك وضع من الرتب ما شئت وما أردت بالنسبة لنا نحن السوريين أنت خائن لأنك دمرت البلد وقضيت على مستقبل الأجيال فقط كي تبقي صورك تزين كل الأماكن حتى تموت وتستمر الحكاية فتصور سيادتك كم كنت عظيما فتصور سيادتك كم كنت عظيما وكم كانت صورك وصور أبيك مؤثرة في قلوبنا الرقيقة نواصل الآن مع صحيفة ياني شفق التركية التي نشرت تقريرا بعنوان الاتفاق الكيميائي باقي حبرا على ورق جافي أشرت الأنباء الواردة من سوريا إلا أن قوات النظام السوري استخدمت البراملة المتفجرة يوم أمس في قصف بلدة كفرزيتا في حمص وفي مدينة إدلب وتقول الأنباء إن البراملة المتفجرة كانت تحوي غاز لكلور حيث تأثر أكثر من مئة شخص جراء هذا القصف وقد شهدت أعراض القيء وصعوبة النظر لدى الأشخاص الذين تعرضوا لهذه الغازات وبحسب تقرير المنظمة العالمية للحد من الأسلحة الكيميائية فإن النظام السوري قد سلم 65% من ترسنته الكيميائية لحد هذا اليوم وتؤكد المصادر الواردة بهذا الشأن أن هذه المستجدات تشير إلى أن النظام السوري قد أخل بهذا القصف بالاتفاقية الأممية في هذا الشأن يذكر أن الاتفاق الدولي في هذا الشأن ينص على تسليم سوريا كافة أسلحتها الكيميائية خلال موعد أقصىه الثالث من أيار المقبل نتابع مشاهدنا مع وكالة أنباء الأناضول التي نشرت تفاصيل المؤتمر الصحفي لإتلاف السوري المعارض بعنوان الإتلاف السوري المعارض يعلن تقدمه 25 وثيقة تدين نظام الأسد إلى الجنائية الدولية جاء فيه أعلن الإتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية يوم أمس تقدمه بحوالي 25 وثيقة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تدين النظام في استخدام السلاح الكيموي والاغتصاب واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً تمهيداً لإحالته إلى المحاكمة وقال هيثم المالح رئيس اللجنة القانونية بالإتلاف خلال مؤتمر صحفي بمقر الإتلاف في العاصمة المصرية القاهرة إنهم أرفقوا مع الوثائق مذكرة شارحة بالجانب القانوني الذي يجعل الإتلاف ممثلاً للشعب السوري متوقعاً أن يكون هناك تحرك إيجابي خلال الفترة القادمة في تحريك الدعوة وتوقع عدم إدراء مؤتمر جينيف ثلاثة بعدما وجدوا فشلاً وتعنتاً من جانب السلطة ووفداً لا يملكوا سوى الشتائم والسباب وكيل الاتهامات دون دليل وأشر الملح إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يسير مع الثورة السورية كاشفاً أنهم بصدد إصدار قائمة سوداء للقتل تضم مئة شخصية وأضاف نحن لا نواجه النظام السوري وحده ولكن نواجه خمسة وعشرين فصيلاً آخر يتأمرون ضد الشعب السوري وبحسب إحصائية عرضها المالح فإن ثلاث سنوات من الثورة السورية أسقطت أكثر من مئتي ألف شهيد خلال ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثين مذبحة سقط فيها عشرة آلاف وثمانمائة وتسعون سيدة وعشرة آلاف وثمانمائة واثنان وثمانون طفلاً وأوضح أن هناك خمسة مليون ونصف المليون طفل بحاجة إلى مساعدة منهم أربعة ملايين وثلاثمائة ألف داخل سوريا واثنين فاصل ثمانية مليون طفل سوري خارج التعليم وثمانية آلاف حالة اغتصاب وأشر إلى أن حصاد ثلاث سنوات من القمع للثورة كشف عن ثمانية فاصل ثمانية ملايين نازح داخل سوريا ثلاثة فاصل اثنين مليون لاجئ خارج سوريا أربعة وتسعون ألف مفقود مائتان واثنان وخمسون ألف معتقل مائة وعشرون ألف عائلة بدون معيل فضلاً عن تدمير ثلاثة ألاف مدرسة وألف وأربعمائة وخمسة وثمانين دار عبادة ما بين مسجد وكنيسة وثلاثة ملايين منزل ومائتين وأربعة وعشرين مستشفى وجه كلمة إلى الشعب السوري قائلاً الثورة هي الرد الطبيعي على نظام يتفشى فيه الفساد وعلى مدار ثلاث سنوات الماضية يتحرك من نصر إلى نصر ولكن هذا يحتاج مزيداً من الصبر والجهد واستنكر المالح موقف المجتمع الدولي وعدد من الدول العربية بعدم دعم الشعب السوري الذي يعاني من مجازر وشلالة دم يومياً وطالبهم بحماية حقوق الإنسان في ظل الانتهاكات التي ترتكب يومياً داخل الأراضي السورية وقال لو أراد المجتمع الدولي أن يتحرك فعليه أن يطرد ممثل بشار من الأمم المتحدة والسفارات وأن يعلن رفضه التام لما يحدث ويتحرك لإنقاذ الشعب السوري وأشر إلى أن الأمم المتحدة قادرة على اتخاذ قرارات ملزمة تساوي قرارات مجلس الأمن ولكن هذا لم يحدث حتى الآن حديث الصحافة متواصل معكم مشاهدنا ونقرأ الآن في صحيفة العهد مقال للأديب ابتهال قدور بعنوان جارة الحب تركية قالت فيه أمنيات مبتورة على حدودي وطني حملتني إلى جارة الحب تركية أشكو إليها ثكلي وقد أعياني البحث عن قائد أو عن حفيد يحمل بعض جينات البطولة ومورثات الحكمة وفنون السياسة موجدت إلى طلبات مخجلة تتنامى إلى أسمعنا من خلف الكواليس أن قدموا لنا سياسيا واحدا فكيف جف الضرع على أرض الحضرة ذك علم ينمغي الإحاطة به لكي نتجنب المكوث فيه أو العودة إليه بعد تلك الأربعين العجاف تماما كما ينبغي تحصل علوم النجاح من قائد علم العالم فن السياسة بأخلاق لكن من يدعون اكتمال العلم السياسي لديهم يتجاهلون المراحل التي قطعوها انحدارا ببلدانهم تماما كما يغضون الطرف عن المراحل التي قطعها هو صعودا وارتقاء وعوضا عن أن يلتمس الجوار العون والنصيحة تأتي ردات الفعل حسودة انتقامية فعند العجز ليس أفضل من مهاجمة القوي وعند الفشل ليس أفضل من ذنب ناجح سلوك تعويضي نحاول من خلاله إخفاء ما نرتكب من كوارث ونلجأ إليه معتقدين أننا سنستطيع سدف وهة الهاوية كم أتمنى أن أخوض في نفس ذلك الصحفي الحريص على شرف المهنة فأطلع على تعقيداتها وتفاعلاتها حين يحزم أمره ويقرر أن يهاجم دولة ترتقي على عجل فيما هو يرفل بأغلال التخلف والفقر والجهل وكم أتمنى أن توضع أجهزة كشف الكذب على جبين أولئك الذين يدعون التحليل الموضوعي لأوضاع تركيا العظيمة ثم لا يتفوهون إلا بالأكاذيب ولا يسوقون من الشواهد إلى ما ترسب في أنفسهم من حقد وكره عجيب أن يوصف بالدكتاتور قائد أوصلته أصوات شعبه إلى الحكم وجعل من الصناديق وجهته عند كل احتجاج ولكن ما هو أكثر عجبا أن يأتيك هذا الوصف من رجل لم يلقي ورقة في صندوق منذ رأى النور هل من يشك أن المهزلة تعيش عصرها ذهبي في هذه الحقبة من الزمن؟ ليسجل التاريخ عني هذا جارة الحب تركيا كانت وجهتي منذ الطفولة أذكر أنني حين كنت في الخامسة من عمري سقطت مني دمية في الطريق بينما كنت أله بإخراج يدي من نافذة الحافلة التي كانت تقلنا قالت لي جدة تركية يومها مواسية باقيت الدمية في تركيا لأنها تريد منك أن تعود إليها عندما تكبرين وحين عدت إليها بعد عقود كانت اسطنبول تعاني من انقطاع في المياه وكانت الأوساخ تنتشر في كل مكان وكانت السرقات على امتداد الأمكنة وكانت الرشوة سيدة الموقف قررت أن لا أعود إليها ودفنت دميتي وتجهلت الأمر كان هذا قبل أن يتسلم أردغان وحزبه الحكم لكن من يزورها اليوم سيكتشف من وجهها الصبوح أي إنجاز أنجز هؤلاء الرجال وسيعلم من لا خبرة له بأحوال نغضات الأمم أن نقلة سحرية قد حدثت على هذه الأرض فما أبقت أثرا لصورتها القديبة السيئة تستقبلك اليوم تركيا العظيمة بحدائقها الممتدة المجهزة بالأجهزة الرياضية المجانية أيضا وحيثما توجهت سيحتويك الجمال والنظافة والأناقة تتعامل اليوم مع إنسان تركي مختلف يرفض الرشوة مستعد للمساعدة يدرك واجباته ويفخر بالإنجازات العظيمة لقائدها أما مساحات التيوليب الرائعة فلم تغرس عبثا تلك تشير إلى وعي عند الساسة إلى أهمية الجانب الجمالي في صناعة إنسان الحضارة فالإنسان بن بيئته ومن ينشأ القذارة بن حوله لن تختمر لديه الأفكار الجميلة ولن يكون بمقدوره الإبداع وشتان بينه وبين من نظر فرأى جمال الزهور وبهجة التنظيم وأنصت فسمع عذب اللحن وحلو الكلام واستنشق فتنفس الهواء الندي المعطر إنه الإقلاع باتجاه الحضارة إن لهذه النقلة خلفية فلسفية إنسانية عميقة هي صناعة ثقافة مختلفة وعال ذلك منوعا وغفلا من غفل تركيا يا فضاء أمنياتي المخبؤة والسافرة التي لم تتحقق كاليتيبة أنا محملة بحرماني أطل على جمعك البشرية أنثر عليها من غبطتي وأحمدها إذ تعطفت على بصري أردتني ما لم يتحلي رؤيته في وطني كم أستعذب فضاءك المعتق بالمسك القابعة في قباء الشوق وكم أنا معجبة بك إذ ما محيت آية الأمس وجعلت آية الغد مبصرة ما ضركي من كرهك وأمسك المياس نشوان بآلائه الحسنة ملهوفة يعانق الغد على ربوة بصاتها تيوليب أما من عدوى جمال وروعة تهرول إلى غدنا تقتحم أبواب الدماء وتعيرنا بعضا من ذلك المسك وبعض العنبر وتيوليب ننتقل الآن إلى صحيفة يعنى بلدي التي نشرت مقالا بعنوان الاستقلال الكائب قالت فيه في الأسبوع الماضي مرت على سوريا ذكرى الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي الخارجي في الوقت الذي ما زال يصارع فيه السوريون لليل استقلالهم الحقيقي عن الاحتلال السوري الداخلي بين الحياة والموت وبين الجد وما أمكن من هزل استعاد السوريون ذكرى الاستقلال بشيء من الندامة والأسف على ما فعلوه حين طردوا المستعمر الفرنسي عن البلاد فما فعله النظام السوري بالبلاد لم يفعل معشاره أي محتل جاء على سوريا منذ بدء الخليقة يحدث هذا في الوقت الذي أعيد فيه انتخاب نصف ميت ليكون رئيس بلد قدمت مليون شهيد في سبيل استقلالها عن ذات المستعمر الذي حكم سوريا لفترة من الزمن الشعب الذي قدم مليون شهيد لجلاء المستعمر هو الآن يقدم ملايين أخرى في عرض البحر الأبيض المتوسط هاربين من بلاده إلى بلاد مستعمره لقد أحالت النخب الحاكمة في العالم العربي بلادنا إلى جحيم رهيب وأيقظت في نفوس شعوبها الحنين لفترة الاستعمار الأجنبي الذي اختبرته الشعوب إلى أنه كان أرحم وأرأف بهم من أبناء جلدتهم لا سبيل لنيل الاستقلال الذاتي والتأسيس للجمهورية الثانية في سوريا إلا بالطريقة التي نال بها أجداد الاستقلال الأول حين توحدوا جميعا خلف مشروعا وطنيا جامع وارتقوا عن الخلافات الحزبية والأيديولوجية الضيقة ليدخلوا جميعا في معركة التحرر الوطني نصل مشاهدنا إلى آخر مقالتنا في حلقة اليوم حيث نشرت صحيفة العهد مقالا لي يحيا حاج يحيا بعنوان أنقذوا أنفسكم قال فيه أنقذوا أنفسكم وستذكرون ما أقول لكم كثرت دعوات الناشطين في وسائل الإعلام المختلفة داعية إلى إنقاذ حلب من التدمير الوحشي وإنقاذ أطفال سوريا ونسائها من القتل الهمجي والسوريين بصورة عامة من التهجير والتجويع فكم عدد الذين استجابوا عربا أو مسلمين أو ممن خلقهم الله بشرا إلا أنني من خلال الواقع المفجع المفزع الموجع أقول أيها العرب عاربة ومستعربة أو مستغربين أو مستعجمين ويا أيها المسلمون نائمين أو غافلين أو مغيبين ويا بني الإنسان ممن كان أبوهم آدم أنقذوا أنفسكم من لعنة الله ولعنة التاريخ ولعنة الإنسانية وسيكون لكل من تغافل عن دمائنا وهي تسفك وعن أعراضنا وهي تنتهك وعن ديارنا وهي تدمر وعن أطفالنا وهم يحرقون وعن شيوخنا وهم يشردون حساب لا عتاب ويومئذ لا ينفع اعتذار لأنه لن يكون مقبولا وأذكركم هنا بما قاله الشاعر الأفغاني عبدالله غمخور عندما كنت مريضا لم تأتي لزيارتي لذلك لا أريد أن أراك بعد موتي تمشي في جنازتي وأضيف وعندما ننتصر ونحن السوريون منتصرون بإذن الله لا أريد أن أراك بين المهنئين لأنني أخشى أن يراك أبناء الشهداء وأمهاتهم وزوجاتهم الصابرات وأستحي أن يقولوا لك الآن وقد خذلتنا من قبل بهذا مشاهدنا الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم أشكر لكم حسن متابعتكم ألقاكم مجددا غدا إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر